دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاصة إلى ضرورة الالتزام بسداد أجور العاملين لديها من خلال نظام حماية الأجور وفي المواعيد المقررة وأكد ماهر العبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش أن التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها من شأنه تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها ويسهم لا حد كبير في زيادة إنتاجية العامل لا سيما في ضوء حصوله على أجره في الموعد والقدر المحددين